لحظة طرد أحمد الصالح من المباراة الودية هاي اللحظة شوفوا كيف رح يدخل أحمد الصالح دخول عنيف جدا هو حرام عليك يا أحمد الصالح طرد مباشر وهي كارت الأحمر الحكام أعطاه كارت وقال له يا حبيبي يا أحمد يا صالح روح براتس الملعب وخلي منتخبك يخسر واحد صفر وطبعا وكل عادي المنتخب السوري خسر مباراته مع المنتخب العماني واحد صفر لا حوله ولا قوة إلا بالله علي العظيم وهذا هو أحمد الصالح يغادر الملعب يا حرام عليك يا أحمد الصالح ماذا فعل بك الزمان في المباراة الماضية تسببت بهدف للمنتخب السوري واليوم طرد مباشر بعد دخل عنيف جدا 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 على اللاعب العماني الله يشتروا هذا اللاعب من الإصابات القادمة فخسارة جديدة كما قلنا سابقا ولا حقا ولا مستقبلا ولا ما وما بنعرف شو كمان المنتخب السوري هيك فيديو خفيف لطيف يا أخوتي يا متابعين لا حول ولا قوة إلا بالله هيك شكل جديد حابين نطلع عليكم كل فترة وتانية لأن صراحة ما في شي بنحكيه على المنتخب السوري سوى خسارة 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 وهون في ردر بالحرة المباشرة للمنتخب العماني ومن بعدها أخذ المنتخب العماني ركلة ركنية ومن خلالها سجل الهدف الأول والأخير في الدقيقة 86 كما قلنا وشكرا للصفحة الاتحاد العربي السوري لكورة القدم لأنه نقلنا هاي المباراة يعني يا عمري يا صفحة الاتحاد تحرمونا من نقل التلفزيوني دائما وطابعناكم وبصراحة ما شفت كيف سجل الهدف ليش لأنه حاولت وراوغت ونزلت وعملت زوم وعملت كل شي يا أخي ما شفت الهدف كيف تسجل بس أنه اللي شفته الشيء بصير يعني شوفوا وحاليا ضربة ركنية للمنتخب العماني ورح ينفذوها على سريع مباشرة يعني شوفوا الهدف يتسجل علينا بين كوكب من اللاعبين المنتخب السوري وهب المنتخب العماني هاي ضربة ركنية شوفوا شوف شو الله 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 هدف الأول للمنتخب العماني كما ذكرنا آنفا في الدقيقة ال86 هارد لك هارد لك هارد لك للمنتخب السوري شيبتم رؤوسنا إلى اللقاء في التعليقات الأخرى شكرا شكرا شكرا